اشتركوا في القناة فضيلته في برنامج الإسلام والحياة على التناصح الأربعاء أضاف بأن ما حدث لأهل درنة وبن غازي وقع عليه تجاهل كبير من المسؤولين ولم يلتفتوا إليهم بعكس بعض ملفات المواجرين الأخرى التي تم المتاجرة بها اتهمت هيئة الرقابة الإدارية الأربعاء المجلس الرئاسي المقترح بالمبالغة في المصرفات التيسيرية دون وجود مبررات تقتضيها المصلحة العامة وبما يشكله دارا للمال العام وقالت الهيئة في تقريرها السنوي للعام 2017 الذي يقيم أداء مؤسسات الدولة إن الرئاسي المقترح لم يعد خطة عمل تحديد الأولويات والسياسيات العامة للدولة وفق منص عليه اتفاق الصخيرات كما أنه لم يصدر هيكلا تنظيميا للمجلس ينظم عمله وانتقدت الرقابة الإدارية عدم وجود لائحة إدارية ومالية تنظم عمل المجلس معتبرة أن المجلس الرئاسي أصدر عدة قرارات من اختصاص مجلس الوزراء ما يعيبها لعدم الاختصاص وفق قولها أصدر المجلس الرئاسي المقترح الأربعاء قرارا باعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات مجالس البلدية ونص القرار على ينتخب أعضاء المجلس البلدي بالاقتراع السري المباشر وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة في النطاق الإداري للبلدية وبحسب الإدارة والتواصل والإعلام بمجلس الوزراء فإن انتخاب أعضاء المجلس البلدي سيتم على أساس نظام الأغلبي النسبية ونظام التصويت بحيث يمتلك الناخب حق التصويت لقائمة مغلقة مطلقة واحدة ويفوز بالمقعد القائمة التي تتحصل على أعلى الأصوات بالدائرة أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر اللي بي انتشال جثة من وادي الشحيشية بقرب من الأبيار الشرقي مدينة بنغازي كان قد جرفها السيل الأمانة على صفحتي الرسمية الثلاثاء أوضحت بأن فرق الإسعاف والطوارئ تمكنت من إخراج شخصين من ذات الوادي وقدمت لهم الإسعافات الأولية ويذكر أن الأمانة العامة للهلال الأحمر اللي بي أنقذت مواطنين نهاية سبتمبر الماضي في منطقة المخيل التي خلفت سيولا نتيجة الأمطار نهاية الموجز إلى اللقاء